السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحاب الغر المايمين إزا كما سنقول ابتدائي عاملين إيه يا رب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله مكملين يونت فور الواحدة الرابعة هناخد فيها لسنتو للدارس التاني طبعا أنتوا تعرفين الدارس التاني على طول بيبقى فونيكس لصوتيات فهنعرف دلوقتي الأصوات الفرمة بين حرف الس وحرف الأو فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا فيه أول حاجة كده العنوان بيقول learn sounds with busy b learn to write with busy b بيقول لك هنتعلم الأصوات مع النحلة النشيطة بصعبتنا وكمان هنتعلم إزاي نكتب نعرف بالكاميرا وننتهل في علمات مع بعض أول حاجة أنا عندي أربع كلمات زي ما أنتوا شايفين كده بحرف C طبعا كلنا عارفين يقصا أولى إن ده حرف اسمه C capital C small C small زيها بس إيه صغيرة تمام تعالوا بقى نبدأ عند أول حاجة مدينة القاهرة كايرو 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 خلاص كايرو يبقى مدينة القاهرة كايرو طيب عندي بعد كده بطاقة أو الكرت اسمه card تمام كلنا عارفين إن عربية يعني car خلاص حط لها دي هتبقى card طيب بعد كده عندي شمعة candle تمام يستطيع كان محط الله دي او اي يبقى شمعة candle طيب بعد كده كيك كيك ملاحظين إن إحنا حرف السي هنا في كل الكلمات نطقنا كه عشان جاي ورا حرف الاي تمام لإحنا قلنا حرف السي أنطقوا سي إمتى لو جاي وراه اي او اي او واي ومعنديش أي حرف من دول لو اي حرف تاني بقى غير الثلاثة دول همطقوا كه خلاص يبقى الكلمات اللي بحرف السي الكاهرة كايرو بطاقة او كرت كارد شمع كاندل كيك كيك اللي هي الطرطة او الكيكة تمام بعد كده عندي الكلمات التانية بحرف الاو زي ما نشايفين برضو اربع كلمات معنا برضو حفز يعني النهاردة معيكم تمام كلمات حفز اول حاجة كده اسم بنت هنا صاحبتنا اسمها اومنية اومنية تمام بدأ بحرف الاو بعد كده هنا عندي كلمة زيت ايل ايل طيب برتقانة طبعا كلنا عارفينها اورنج 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 وبعد كده زيتون اوليفز اوليفز تمام ما قولش اوليفز لا احاولو تفتح الاو شوية فهتبقى اوليفز تمام زيتون واحد هتبقى اوليفز خلاص طيب يبقى الكلمات اللي بحرف الاو يمس اربع اومنية وزيت ايل برتقالة اورنج وزيتون اوليفز خلاص كده يبقى الصوتيات اللي عندنا الفرق ما بين حرف السي وحرف الاو تعالوا نقلقوا الصفحة اللي وراها ونشوفها عندنا اين حاجات جميلة الصفحة دي زي ما انتو شايفين كلها رايتين كتابة هتمشي على الحروف والكلمات هنا طبعا عندي حرف السي سي تمام والكلمات اللي بحرف السي اللي عندي حفظ كايرو كيك كورد كاندل بعد كده في نهايه الصفحة جيب لحرف الاو برضو همشي عليه يا أولاد واعرف ان الاو الكبيرة بتبقى الجزء بتاعها المفوق بفوق الصطرين والصغيرا بين الصطرين زي حرف السي الكبيرة الحتة بتاعها من فوق كده بفوق الصطرين اما السي صغيرا بين الصطرين ومتطلعش بين الصطرين الكلمات بقى اللي بحرف O هنا أمنية بنت اسمها أمنية و معايا برتقانة و كمان الزيت و الزيتون تمام؟ تعالوا نشوفوا الصفحة اللي جنبها الصفحة الثانية برضو جايب لك حرف سي يعني الحرف كبير و الحرف صغير و كمان عند حرف O هو بتمشي كده زي ما هو ماشي وراء الأسهم دايرة زي الخمسة بالعربي بس بنعمل الكابتة الكبيرة و الصغيرة فده حرف C وده حرف O تمام؟ تعالوا نشوف عندي بعد هيك بصوا هو الكلمات اللي عندي يا سنة أولى هم التمانية اللي احنا أخذناهم بعد ما أذاكرهم و أحفظهم كويس و أسمعهم لماما هبدأ بقى أحل عليهم و أعرف الفرق ما بين حرف C و حرف O تمام؟ هنا بقى الصفحة دي زي ما أنتوا عارفين بعد ما بنخلص الدرس بنحل عليه على طول عشان نفهم و نأكد المعلومة هنا طبعا تمرين على الدرس الثاني نقرب بقى الكاميرا و نحل مع بعض أول حاجة كده زي ما أنتوا شايفين جاي بصورة الزتون و جاي بثلاث حروف الـ O و P و R و بيقولك اللي نقص من كلمة زتون طيب هنا كلمة زتون أنا عارف أن كلمة زتون يعني olives فبدأ بحرف الـ O يبقى عمل عليها سيركل كده و أكتبها تاني تحت خلاص و أحاول أعملها كبيرة لأنها أول حرف بيبقى capital بعد كده عندي شامعة candle طيب K ولا M ولا C يامس انت مش بتقولي كه يبقى حرف الـ K لأ أنا عندي هنا السي هنطقها كه عشان جاي وراها A small يبقى هنا هكتبله C طيب الصورة الثالثة الكرت أو البطاقة بنقول عليه card هيبقى I ولا C ولا O طبعا ده I ما حد شيف تكره الجاي الجاي والشناحة التانية بس هو في الكتب بيعمل عليها شرطة كده طبعا كرت كارد هيبدأ بحرف الـ C ناخد عليه سيركل و نكتبه هنا تمام طيب تحت بقى هنا بقى في سيركل جايب لك ثلاث صور و كلمة هتشوف انت الكلمة دي بتعبر عن إيه وتختارها أول واحدة بيقول لك كلمة orange orange يعني إيه orange MS يعني برطقانة تبدي برطقانة لأ طب دي لأ طب عندي مين هي يبقى أعمل عليها سيركل خلاص طيب ونخلي خطينا منظم كده والسيركل بتاعتنا شكلها جميل عشان يبقى الكتاب بتاعها منظم وشكله حلو طيب بعد كده عندي كلمة كايرو 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 اللي هي القاهرة دي صورة القاهرة لأ طب التورطي دي لأ يبقى صورة القاهرة هي دي اللي فيها البرج و العمارات الكتيرة تالت واحدة بقى بيقولي سهلة جدا الكلمة دي اللي هو الزيت فين بقى صورة الزيت دا يا ميس لأ دا دا ايه المرندة اللي هي الكوكو البرتقان دي يا مية شكل الزيته تمام خليكوا فاكرين شكله تحت بقى عندي هنا بيقولي هنا هنمشي على الحروف دي عندي طبعا من فوق حرف السي كابتال وسمول والاو كمان كابتال وسمول وازاي نكتبهم بين السطرين خلاص تعالوا نشوف الصفحة اللي وراها هنا سنقولة جايب ماتش توصيل دا اول الصفحة اهو جايب حرف السي والان والاو طيب هنوصل الكابتال بالسمول اول حاجة عندي السي سهلة جدا اهي طيب الاو بتلغبت ما بينها سيبها الان قصدي بتلغبت فيها سيبها الاو زيها بس صغيرة زي السي يبقى ما فضل الشغير دي اوصلها بيها خلاص كده طيب عندي هنا دايما الحاجة اللي هتتلغبت فيها سيبها للاخر الحاجة الصعبة ليك سيبها في الاخر وحل السهل هتلاقي الدنيا تحلت معك هنا بقى بيقولي look and circle هنشوف طبعا ونحط دايرة عندي هنا صورة الكارت تمام الكارت اسمه ها يلا نقرأ مع بعض الكلمة دي كي كي طب بالنسبة ليه اللي في الاخر يامس لا دي مش بننطاقها خلاص فاسمها ايه كيك كيك وهنا كارت كارد كارد الله طب ما نمس قالت الكارت او البطاقة اسمه كارد تمام طيب عندي بعد كده الزيتون اسمه ايه olives olives ولا oil oil طيب احنا نمس قالت ان الزيت oil وقلنا الكلمة دي سهلة oil سهلة جدا كلمة زيت يبقى الزيتون اسمه olives نفس كلمة زيت oil بس هنا il لا خليها الا i وبعد نضف لها ves هتبقى olives خلاص كده نعمل عليها اخر حاجة معنا صورة التورطية الجميلة دي اسمها ايه كيك كيك ولا كارد كارد طيب احنا عارفين الكيك كيك واخدناها من kg1 و kg2 تمام واخدناها السنة ده وهتوضل مكملة معنا ان شاء الله الانجليزي كله مرتبط ببعض الكلمة هتلاقي نفسك خدتها في kg ومعاك kg1 و kg2 وهتلاقي prime 1 و prime 2 كل حد ما تخلص انجليزي خلاص هتلاقي نفسك الكلمة بتتكرر معاك فعشان كده الانجليزي هولاد هايز حفز كلمات وتبقى مركز في الحفز والنطق ولما تجبروا ان شاء الله بقى نبقى لديكم جرامر خلاص كده بس كده خلص الدرس التاني من الواحدة الرابعة ان شاء الله بإذن الله مكملة معكم المنهج احنا هو تقريبا يعني خلصنا نص المنهج معاكم وان شاء الله بإذن الله هنكمل بقى الفيديوهات مع بعض ولو عايزنا حاجة اكتبوا لي في الكومنتات واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته